الحمد لله لحسن حظي أكون اليوم مع أخي وصديقي والمحب معالي الوزير وإن شاء الله لقاءات لتكون دايما اليوم الإمارات الصباح اليوم الساعة تسعة أحدث معالي الوزير رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد الله يحفظه أصدر مرسوم بأن يكون عام 2019 عام التسامن عندنا كان 2017 عام الخير و2018 عام الشيخ زايد اللي هو هذا نهايته و2019 نفكر شو بيصير عام شو كل عام نسميه باسم له رمزيته مثلا مئوية الشيخ زايد 2018 كان وعام الخير لما الإمارات خذت المركز الأول لسنة الخامسة في العالم على المساعدات الإلسانية السنة هذه الكل يسأل لي شو اسم العام شو بيصير وأنا جايب الطريق أقول لي اسمه عام التسامن لأن بابا الفتيكان راح يزور الإمارات في فبراير نحن دولة محبة للسلام دولة محبة للإنسان وفي نفس الوقت نحترم معتقدات وأفكار كل طائفة وكل طرن ما في حدا أحسن عن الثاني الإنسان بأخلاقة يتميز مش يتميز بتعصبه التعصب هذا حط الدول في مهب الريح رجعت دول مئة سنة وأنتوا تعرفون الدول المجاورة هذا البلد نموذج لكل البلدان في العيش المشترك ما في دولة فيها ثمنتعشر طائفة وتعيش هذا العيش المشتركة فنحن خذنا النموذج هذا من لبنان ما عندنا ثمنتعشر طائفة لكن عندنا ميتين وستعشر جنسية وكل جنسية هاي إلها معتقدات عندنا المسجد والكنيسة وعندنا المعبد عندنا قانون ينظم العملية هذه قانون ازدراء الأديان لا حدا يشتمدين فلان ولا علا لهذا السبب الدول اللي حاولت تتجاوز الفكر التعصب والتطرف وأنه هو الصح وغير الخطأ الله يبارك فيه أما الدول اللي اشتغلت على الطائفية رجعت أنا اليوم مبسوط أن عام التسامح وما بينكم في هذا المكان الطاهر وبين هالناس الطيبين اللي زاهدين الدنيا في التعبن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر